تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 58 طن مواد غدائية وغير غدائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 21 طن كما تم ضبط أكثر من 36 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 616 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات